سلام الله عليكم اصدقائي الاعزاء مرحبا بكم معنا في هذا فيديو جديد ان شاء الله. هذا الفيديو هذا كما كتشوفو من خلال عنوان تجربتي مع دي اش ال او الشحن عن طريق شركة دي اش ال. قبل ما انطرقوا لهذا الموضوع ديل الشحن عن طريق الشركة الدي انا بغيت نعطيكم واحد الفكر على هذه القناة. هذه القناة هذه في اليوتيوب الاهتمام دياله بواحد نسبة ديال 80 في المية حتى الخمسة وحتى التسعين او ما قدرت نقول مية في المية. كته تهتم بكل ما وعنده علاقة بالشراء من الانترنت. كذلك كتوضح بزفة الامور كيفاش تختار البائع اللي غادي تشري من عنده وتوضع فيه التيقة وتتفعلي الاموال ديالك دون ما تزبف مشاكل او عدم موصول او تسلمك السلعة. او عدم تعرضك للنصب والاحتيال من طرف بعض البائعين الموجودين في شبكة الانترنت او في المواقع اللي كت تختص في عمليات البيع والشراء طبعا خارجة بلدك المهمة القناتها دي كتقدم بزافة المعلومات كما شرحت في الأول المعلومات ديال كيف تختار الباقي الجيد والباقي اللي ممكن لك توضع فيه التقا وطرق الشحن وايهما افضل وكيفاش انك تتوصل وكيفاش انك الى اضاع لك المنتوج ديالك ما توصلتيش بيه كيفاش انك اترجع الاموال ديالك بطريقة يعني شرعية وبدون ما تضع فيها المهم جريبتي مع الدياش ايل او الشركة الشحن العالمية طبعا معروفة الشركة هذه الشركة هذه الشحن دياله ويمكن في ضرف يومين او ثلاثة ايام تصلك السلاحة بب منزلك لكن الشيء السلبي فيها او لا اظن سلبي لكن التكلفة التكلفة هي تكلفة طبعا كتكون مرتفعة اه على حسب المنتوج قد قد يكون المنتوج اه فقط يساوي عشر دولارات او مئة درهم مغربية وتجد الشحن عبر شركة الدياش ايل يصل الى خمس و خمسون دولار او سبعون دولار او خمسمية درهم مغربية عشرة عشر الاف يعني الشحن غالي كيلو واحد طريقة الطريقة هذي كيفاش توصلت انا بهذا المنتوج هذا توصلت به طبعا هذا المنتوج هذا اللي كتشوفه قدامكم هذا المنتوج هذا تقيل نوعا ما الوزن دياله هو كيلو جرامين على مأضن كيفاش توصلت به انا عن طريق الشحن عن طريق شركة الدياش ايل في ضرف ثلاثة ايام وصلني حتى المنزيل دون ان ادفع التكلفة الخاصة بالتكلفة الخاصة بالشركة الدياش ايل طبعا هذا المنتوج هذا اللي بغيتي تقدان او بغيتي تشريها وتشحنه عن طريق الدياش ايل المنتوج طبعا هي آلة حفر او ما يسمى بيرسوز بالفرنسية غالي نشوفها معي في الفيديو اه اذا بغيتي متلا تشريها من الانترنت التامان دياله هو خمسمائة درهم خمسمائة درهم طبعا تامان مناسب حيث ما تقدر تجد توجده في بيرسوز بعد مواصفة اللي فيها غادي تشوفه بتامان ديال خمسمائة درهم فطبعا كتوصل حتى ال الفين او الفين وخمسمائة درهم اذا بغيتي بيرسوز اه يعني ما بين مئتين وخمسين دولار التامان مرتفع لذلك انا رجعت انني باش ناخدها من الشراع من واحد الموقع اللي تبيع اذا الانواع من آلة الحفر وشحن عن طريق ديال الشحن عن طريق ديال الشحن عن طريق ديال الشحن بهالنسبة لهذا المنتج هو المنتج يساوي تقريبا اه خمسون دولار على مأضون خمسون دولار لكن الشحن فهو يصل الى مئة وعشرون دولار اذا بغيتي تحن هذا المنتج اللي يساوي مئة خمسون دولار عن طريق الشحن شركة ديال الشيل يجب عليك دفع مئة وعشرون دولار اي الف يعني ربعة وعشرين الف بجي بعد المنتج اللي يساوي خمسمائة درهم كيفاش انني انا جبت هذا المنتج بخمسمائة دولار وفقط فقط دفعت مئتين درهم مئتين درهم يعني عشرون دولار مقابل الشحن عن طريق ديال الشيل دون ان ادفع مئة وعشرون دولار يعني وفرت علي عشرون الف او الف درهم او مئة دولار وفرتها دون ان ادفعه لشركة ديال الشيل الطريقة هي كالاتي المهم بعدا كنشوفو اشنا هو المنتج بعدا كما كنتشوفوها هو المنتج هو هذا قدامكم طبعا هذا الامبالاج الخاص بشركة ديال الشيل يكون على هذا النحو او شركة ديال الشيل هي بالنسبة بالمقارنة مع الفاكتور او السعي الباريد اللي يجيبها بحتى الدار او شركة ديال الشركة تتوفر لك بزاف المعلومات يعني يمكنك تتبع المنتج ديالك يعني دقيقة في دقيقة فين وصال فين كاين وين بلاسة ويتواصل معاك ويمكن تعيط لهم في الارقام ديالهم اللي موجودة ويتواصل معاهم ويجيبها بشي انت تاخدها ويجيبها لك الفاكتور احتى الدار واعيط لك تلقى التوية يعني بزافة الوسائيل اللي كتسهل بعكس السعي الباريد ما كانت تعرفاش وقتا شغدا توصال حتى يجي بالك جاءت ياديك ما جاءت ما عندك معامن تهضر المهم هي جاءت بالنسبة جاءت لي هناك نسكن في الرباط لا جاءت موروكو رابا هذا طبعا داست بعملية شحن جاءت اول مرة من هونج كونج هونج كونج داست الالمانيا من بعد المانيا فرانسا من بعد فرانسا جاءت المغرب طبعا طريقة انتبعها دقيقة بدقيقة تتصل بالمعلومات اللي بالنسبة اللي يعاطينك على الكود اللي عندك بالنسبة لهذا المونتج اللي شريتي طبعا هذا هو الامتياز ديال الشحنان طريق شركة داعشئيل اللي هي عالمية معروفة وهذا هو المنتج كما تشوفه المنتج هو على هذا النحو آلة حفر او بيرسوس كما يسمى كتيب الاستعمال وهذا كجياد يعن هكذا وبطاريتين طبعا توجد بطارية واحدة قد تصل الى 8000 ريال المغربية او 40 دولار امريكي وبطاريتين تصل الى 500 دولام تقريبا 500 دولام والفولت هو 36 فولت يعني قوة كبيرة بالنسبة لهذا لهذا آلة الحفر قوة كبيرة وكذلك انا كما تلاحظ وهذا الثلاث علامات هذه من اجل قوة كبيرة على ما اظن وهذه من اجل حفر في الحائط يمكنك حتى انك تحفر بها في الحائط دون مشاكل قوة 36 فولت يعني لا مشكل وهذا هو البطارية او البطارية ديالة اللي تجي يركيب على الشكل وشغالة وقوة كبيرة طبعا قوة كبيرة خمسة احتصل الى 25 وعشرون دورة في ال VTAS وطاقة ديالة 36 فولت كحد وفيها يعني من واحد الى اثنان بالنسبة للقوة طبعا يا كبيرة جدا حيث لا يمكنك حتى انك تمسك بها المهم هذا ما كان في الصندوق او ماذا تم شحنه عن طريق ديالة معلومة لماذا لم اشحنه السؤال او يمكنش واحد يسأني لاش مشحنتوش عن طريق الشركات العادية مثلا شحن مجاني او انتظر شهر او شهر ونصف حتى تسليني فقط انا اخترتو الشحن مجاني شحن مجاني شحن مجاني اخترتو الشحن مجاني لكن اتصل بالبائع وقال لي اا اعتذر لا يمكنني الشحن هذا المنتج هذا المنتج الى بلدك عن طريق الشحن المجاني لان الشركة رفضت وذلك راجع لان وزنه تقيل يعني يصل الى كيلو ونصف او كيلو جرامين لان وزنه تقيل فلهذا الشحن مجاني اا لا تتقبل وطلبوا لي كي طلبوا لي البائع ان اختار واش ناخد فلوسي واش نرجع لي فلوسي الفلوس اللي دفعتو واش ارجع لي ولا نشحنها عن طريق الديعاشايل طبعا شركة ديعاشايل هي تتكلف بزاف المنتجات اللي تكون الوزن ديالهم اه تاقي نوعا ما فكتحول ديرك للشركة دي اشيل كيطلبها منك البائع فانا قال لي يا واش تبغيتي تختار عن طائق الشحن الدي اشيل قلت لي طبعا قال لي يا غني ندير معك واحد ثمان رمزي غادي تدفع لي عشرون دولار غادي تشري واحد اه واحد العيبة غادي تشري واحد اه الرقم غادي تشري واحد اي سيفت لك واحد الكود غادي تشري ذاك الكود فيه عشرون دولار كتخلصه ومنك تخلص ذاك الكود سافي يتم الشحن المنتج ديالك عن طريق الدي اشيل طبعا هاد 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 الوسيلة او هاد الفكرة يمكن لك ان تتواصل مع البائع مثلا اذا رأيت المنتج اه مثلا بخمسمائة ديرام والشحن يصل الى الف ديرام او الف وخمسمائة ديرام ما عليك سوى ان تتواصل مع البائع وتطلب منه التخفيض الشحن تكلفة الشحن عن طريق الدي اشيل بلا النصف او الى اقل من النصف وتتواصل مع البائع كما وقع معي انا اطلب مني فقط اه عشرون دولار او اربعة اربع عالف ريال باش نشحن هاد المنتج عن طريق الشحن عن طريق اه دي اش دي اشيل كما كتشوفوا ليهو طبعا اه اه طريقة الشحن العادية في الدي اشيل كتصل الى الف كما قلنا الف ومئتين درهم على مقضن يعني رضع وعشرين الاف باش تواصل بدل المنتج اللي كيساوي خمسمائة درهم طبعا هذا هو كل شيء الفاد عن طريق تجربة اللي خليت انا مع الدي اشيل او الشحن عن شركة الدي اشيل اللي هي معروفة عالميا طبعا هذا كل شيء واللي بغاي تسول شي سؤال عن طريق يخص الشحن عن طريق اه المواقع البيع عبر الانترنت مرحبا به خليلينا في كومنتين احنا ان شاء الله غادي نجاوبوه ما نتردوش منجاوبوا على اي سؤال وكان طلب منكم اه اه ديروا لنا واحد اه اشتراك طبعا في القناة تعمونا ان شاء الله ليكون الجديد هذا هو كل ما لدينا عن طريق الشحن عن طريق اه دي اشيل وشكرا جزيلا للمشاهدات الفيديو والى اللقاء في الفيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة